واصك في نفسك وعارف انت عاوز ايه تمام اي انسان ناجح بتكون من شروط النجاح او من صفات النجاح للانسان اللي بيبقى له تاريخ انتقام لا مش اللي انتقاد خالص الانسان اللي بيقول بس ده هيبقى نجم او هيبقى فنان او هيبقى حاجة مميزة هو دايما بيطلع بمحتوى خاص بيه مميز مش شبه حد تمام انت منين عندك الايمان انك هتنجح وانت بتتقمز شخصية نجم تاني انا دلوقتي بقى اسمي محمد جبريل انا دلوقتي انا خدت الترنت بصي بعد احترامي للنجم محمد انا 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 بكلمك من قلبي بعد احترامي كبير للنجم محمد رمضان انا بحبه جدا منصور كلنا بنحبه طبعا تمام اه بحبه مسلسلاته بحب اغانيه يعني انا بالنسبة لي محمد رمضان يعني والله العظيم سيبك نمبر وان يعني لا هو بصراحة حاجة حلوة قويسة تمام انا دلوقتي بقى اسمي محمد جبريل هيبقى لي يا محمد مجاوبتش على سؤال تمام اللي مؤمن بنفسه بيختارع محتوى فبيميزه فبينجح بيوصل للعالمية محمد رمضان اخترع كارير وقراكتر وانا اركبت وانا خدت الترنت بتاعي صح بقى لي يا محتوى على الاتيوب بقى لي يا اغاني خاصة بي ثواني بس انت مش شايف ان اللي انت بتعمله ده سرقة مجهود او مثلا بعض الناس على السوشال ميديا بشوفها في التعلاقات بتقول ده بيتسلق او بيكبر او بيعلى على حساب نجم تاني مش بيعلى على حساب نجم تاني تقول له من نجم الارزع بيضى الله ما هو بصي طول ما الناس بتقول عمرك ما هتعرف تعملي حاجة انت عايز تقول ان انت استغلت الترند في انك تبني نفسك ابني نفسي حتى لو على حساب حد تاني لا مش على حساب هو مش على حسابه طب هنرجع للنقطة دي تمام انت بتقلد النجم محمد رمضان ويسعدني ويشرفني بتعرف تجيب نبرد صوته واداءه وحركاته اه طبعا زوم يا استاذ محمد يلا كلمني بقى دلوقت انا بقى حاورني بصوت محمد رمضان وشخصيته انا مش عايزة شوت محمد جبريك انا اخر حفلة عملتها فين يا محمد طب احنا نتكمس اه يلا ما انا اتقالك بقى وانت ورد محمد رمضان قدامي بقى يلا تمام اخر حفلة عملتها فين عملتها في السخنة في السخنة اه في السخنة خدت فيها كا لازم انتعرف يا وداد تخش في كل حاجة كده اه لازم نعرف خدت كم خدت كتير خدت كتير ايه يا وداد دا يا مضيبك على الاب وانت عارف اللي بيجي بيروح للناس الغلابة يا وداد انا بسلب فلوس بالفايض وده من باب الزوء يا وداد تقول لها حبيبك جعفورت يا وداد تقول له كده يا وداد يلا يا وداد معلش وانت مش عارفة هذا السوق يا وداد السوق يا وداد ايه اسكوت يا وداد اسكوت يعني انا شايفة الصوت قريب وفي شبه تمام وانت بعيد عن اي حاجة انت دمك خفيف جدا بقى امانة عالمستوى الشخصي ربنا يا عزيزي بس يعني انا شايفة انك لو عملت حاجة خاصة بك انت بس يبقى احسن اشتركوا في القناة